هنتكلم دلوقتي ايه اللي بيخلينا ما نستمتعش بابنائنا اول نقطة مهمة بتخلينا ما نستمتعش بابنائنا هي اننا بنبص دايما على الجزء الفاضي من الكباية وبنركز عليه بنبص على ان ولادنا مسئولية وكبيرة وضغوط مستمرة بنفكر دايما مستقبلهم وتعلمهم حتى وهم لسه متعلموش المشي بنقعد ندي الامور اكبر من حجمها وان احنا دايما بنشغل بالنا ان احنا بنقارنهم بالاطفال اللي من سنهم مع ان دي تبقى كارسة ان احنا نقض نقارن في مستوى التعليم نقض نقارن في مستوى المهارات الانشطة المختلفة دي بتأثر عليهم بالسلب جدا وبتقلل ثقاتهم بنفسهم احنا مفروض لما ولادنا يقارنوا نفسهم بحد نقول لهم ان كل شخص مختلف عن التاني كل شخص ليه مهاراته لازم اقول لابني انت انسان فريد من نوعك انت يفعش تقارن نفسك بحد انت يفعش تبقى زي حد انت ما تنفعش تبقى غير زي نفسك وكمان من الحاجات اللي بتدايق ولادنا ان احنا على طول بنركز على سلبياتهم سلبيات تصرفاتهم وسلوكهم وده طبعا بيأثر عليهم ان هم بيخليهم يستمروا بدا ويعندوا عليه وخصوصا في مرحلة المراهق المراهق فعلا بيكره انه يتنقد وبيعشى انه هو نمدحه فبجد مهم جدا ان احنا نركز على ايجابياتهم عشان تزيد ونتعامل مع سلبياتهم ان احنا نتجاهلها مرة نوجههم مرة نحاول ان احنا يعني نعقبهم لو الموضوع كبير حسب حجم الموضوع فده يعني احنا كمان فيه نقطة مهمة اه تاني يعني احنا دايما بنشتك من ولادنا وبالذات على وسائل التواصل الاجتماعي على الفيسبوك بنفتح نلاقي كل امهاد بيشتك وحتى لو عن طريق الهزار او عن طريق النقطة على فكرة ده بيأثر سلبي علينا وعلى اللي بيشوف وعلى ولادنا وبيخليهم يعنيدوا اكتر احنا فعلا لما بنبص لولدنا ونتعامل معهم على انهم ضغوط بنتكيف مع الضغوط دي وبتبقى لايف ستايل بتبقى اسلوب حياة انه انا ولادي ضغوط فما بستمتعش بيهم ما بنبصش على الجزء المليان من الكوباية ونستمتع بيهم وشان هما نعمى من عند ربنا